ديارة الميدانية اليوم اللي كنقوم بها لإقليم ديارة الكرسيف لأجل إطلاق عدة مشاريع والوقوف كذلك على المشاريع اللي هي في طور الإنجاز في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر اللي تلقها جلالة الملك حفظها والله في 2020 واللي كتنزل عبر برامج ومشاريع واليوم طلقنا برنامج ديال تنمية المناطق الجبالية في الإقليم بوحدة بيزانية ديال 411 مليون ديال درهم واللي هي مشاريع مندمجة فيها تنمية ديال سلاسل إنتاج النباتي خصوصا الأشجار والأشجار المتأقلمة ريادة على بعض المنتوجات اللي هي جديدة كازعفران اللي هو متأقلم مع هاد المنطقة وكذلك سلاسل تنمية المجال الحيواني واللي هذي كلها مقاربة ديال الفلاحة التضامنية واللي كتضم كذلك مكونات ديال التهيئة الهيدروفلاحية فك العزلة على المناطق الجبالية وعلى الضيعات الفلاحية وكذلك المكوين ديال التثمين ديال المنتوج كيكون عندنا وحدات لصالح يعني التعاونيات والجمعيات النشطة هاد الوحدات ديال التثمين كتخلي المنتوج يتمن محليا يعني نخلي والقيمة الموضافة باش يستفدوا بها الناس على الصعيد يعني المحلي وبهذا قد ينطروا على التنمية الاجتماعية وعبر المدخول انتع هاد الشريحة واللي فيهم كذلك تعاونية نسوية وذي الشباب اللي هي مهمة وهذا هو يعني المنهجي اللي كتخلق لنا الشغل وكتكون عندنا واحد الاستقرار في العالم القراوي واللي الهدف الأسمى هو إبراز واحد طبقة في لاحية وسطى في العالم القراوي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا وفلاشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية